بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 3 كنا خلصنا في lesson 1 كلامنا عن chemical reaction وشفنا types بتاعت chemical reaction في lesson 2 هنتكلم عن speed of chemical reaction يعني ايه ويترى ايه الفاكتورز الا affecting the speed بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريت نعمل subscribe للقناة ولايك وشير وكمنت على الفيديو وياريت تنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام كل اللينكات دي وكمان لينك الملزمة اللي بنشتغل منها هتلاقوها بإذن الله في description box سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوى اول part معنا في lesson 2 unit 1 كنا تكلمنا في lesson اللي فات عن chemical reaction وعرفنا يعني ايه chemical reaction وكمان ايه هي types of chemical reaction lesson النهاردة هنتكلم عن speed of chemical reaction chemical reactions زي ما هي types بتاعتها مختلفة thermal decomposition و simple substitution او حتى double substitution او oxidation و reduction برضو speed بتاعتها مش كلها زي بعض في chemical reaction بتخلص بسرعة قوي اللي هما very fast reaction اللي هي بتحصل في short time زي fireworks كده اللي بنشغلها في الاعياد مثلا السواريخ والحاجات دي او حتى اللي بتشتغل وقت احتفالات راس السنة عند البرج القاهرة او عند الاهرامات في الاحتفالات الفايروركس دي احنا بنعمل الرياكشن دلوقتي اول ما بنشغل الكبريت الموضوع بيخلص reaction very fast في reaction relatively slow يعني بالراحة شوية هي هتحصل برضو بس مش في very short time هي هتاخد شوية تايم كده سوغناني زي reaction مثلا بتاع الايل مع الكوستيك سودا اللي هي الان اي واتش الناس اللي بتعمل صابون الناس اللي بيبيعوا المنظفات بيعملوا الصابون دا بيعملوا بيجهزوا كده وفي ناس بتشتريف اكياس او معمول ازاي بقى الحدوتة دي دا شوية ايل وحطين عليه حاجة اسمها الكوستيك سودا اللي هي الان اي واتش ويعود شوية كده يقلب شوية حلوين كده اه عشر دقايق ربع ساعة اهو حصل برضو reaction بس مش فاست قوي زي ده هو relatively slow طب في reaction بقى لا slow اكتر اللي هو very slow دا بياخد months عشان يحصل زي rusting of iron انا لو عندي مثلا سفينة معمولة من ال iron او حتى الجسور والكباري او حتى عواميد النور اللي موجودة حوالينا دي معمولة من ال iron ال iron ده ممكن يحصل له rusting بس الرusting ده مش هيحصل النهارد يعني انا مش هحط العمود النهارده فالعمود هيصدي النهارده لو حطتله او لأ هياخد several months ما ده برضو chemical reaction وفيه بقى too slow ده بتاع اللي بياخد بقى millions وفير زي حدوتة البتروليوم اويل كده البترول اللي بتاخدوه في السوشيال البترول ده بيطلع ازاي او بيحصله الفورميشن بتاعه ازاي ده بياخد millions وفيرز علشان يتكوه دي ال difference اللي بنقول عليها very fast وrelative slow very slow وtoo slow وكل واحد بالexamples بتاعه برضو اللي السبيت دي نقدر نحسبها ازاي السبيت بتاعت ال chemical reaction نقدر نحسبها زي اي سبيت في الدنيا واحنا لما كنا في الترول اللي فات بنحسب اللي سبيت بتاعت الكار كنا بنقول ايه كنا بنقول rate of change of distance in unit of time نفس الفكرة حنقول برضو rate of change بس مش distance the concentration of reactant or resultant في unit time لأ مش فهمة حاجة تعالوا نحكي حدوتة صغننة كده لو انا عندي شوية ووتر وعندي شوية sugar كده او شوية salt نوعيز ادوب شوية الشوية ده او شوية السولت دي في حبة الووتر اللي عندي انا علشان قعدة رحسب ال time اللي حقده علشان اعمل الحدوتة دي عندي حل من حلين ادور وره ناس تقول لي خلاص انا حشوف الوقت اللي اخدناه او time اللي اخدناه من اول ما الشوية ده او السولت ده كان موجود كله لغاية ما بقاش موجود اختفى كله تمام حد تاني يقول لي لا 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 انا هحسب العكس انا هحسب ال time اللي sugar solution اللي الماية بسكر يعني كانت موجودة فيه كانت zero الاول ما كانتش موجودة وبعد كده بقت تبقى كتير اوي فانا هحسب ال time اللي ظهرت فيه الموضوع يمشي اكتر او يمشي بشكل اوضح لو هو chemical reaction يعني لو انا بتكلم مثلا في فكرة انا هحط شوية picking powder او carbonato اعلى شوية vinegar شوية خل احنا عارفين ال reaction ده اخدنا شبهه في اللي اللي فات اللي هو ال atri cl مع ال na2 co3 sodium carbonate معيها ال hydrochloric acid وقلنا انه هيحصل effervescent كده افورون ويطلع ال carbon dioxide علشان احسب ال speed of chemical reaction عندي حدوتة من حدوتين يا اما احسب السودين bicarbonate اللي كان موجود ده اختفى ما بقاش موجود في time قد ايه يا اما احسب ال carbon dioxide الجاز اللي ما كانش موجود ده كان zero خالص ما كانش موجود ظهروا بقى موجود في time قد ايه اهو ده اللي بنقول عليه انا يا اما احسب ال reactant اختفوا بعد time قد ايه يا اما احسب product او resultant ظهروا بعد وقت قد ايه يعني لو خدنا مثلا reaction اللي هو مدي لنا اذا اجزامبل ده مدييني حاجة اسمها nitrogen bent oxide كلمة bent في اللاتن معناها five nitrogen bent oxide يعني nitrogen ومعاه five oxide five oxygen يعني ده بيحصل له break up وبيديني nitrogen dioxide ويديني oxygen عندي حاجة من حلين يا اما احسب ال nitrogen bent oxide ده اخد وقت قد ايه علشان يعمل disappear completely يا اما احسب ال nitrogen dioxide او حتى ال oxygen ظهروا بعد time قد ايه بس طول ما انا ماشية في chemical reaction من اول والاخر تحيل كده طول ما انت بتدوب في شوية الشجر في الووتر شوية الشجر اللي كانوا موجودين دول قعدوا يقل ويقل ويقل لغاية ما بقوا مش موجودين والعكس الماء بسكر اللي في اخر reaction موجودة هي في الاول ما كانتش لسه موجودة اهو ده اللي بنقول علشان نتكلم عن فكرة concentration فكرة تركيز المادة دي موجودة بpercentage قد ايه حنقيس الconcentration دي بيونت اسمها مول بير ليتر مول لكل ليتر الpercentage بتاعت الرياكتانت الحاجات اللي قبل القارو بتبقى في الاول موجودة مهي مفيش غيرها اصلا بس في اخر reaction بعد ما الحدودة تخلص خلاص ما بقيتش موجودة هنا انا بقى عندي carbon dioxide وعندي NaCl انا ما عنديش ولا hydrochloric acid ولا sodium bicarbonate لما الرياكتش ده خلص انا ما بقاش عندي nitrogen bentoxide انا عندي nitrogen dioxide وoxygen بس يعني الpercentage بتاعة الرياكتنت كانت بال100 بقت بزيرو والعكس الresultant او الproduct ما كانتش موجودة انا اول ما عملت chemical reaction ما كانتش دون موجودين كانوا بزيرو في اخر reaction بقوا هم بس اللي موجودين هم اللي اخدوا ال100 الكلام ده يفيدني في ايه يفيدني او يجيدي يسألني عنه في كذا شكل الشكل الاولين يسألني عليه في الcomplete يقولي concentration of reactant في الbeginning of chemical reaction دي 100 طيب الconcentration of reactant during الchemical reaction كانت 100 بقت بزيرو يعني decrease طيب الconcentration of reactant at the end of chemical reaction بقت بزيرو عكس الكلام ده في الproduct في الbeginning كانت بزيرو طول الطايم عمالي يحصل لها increase وفي الend بقت ب100 ده الشكل الاولاني زي ما اتفق الشكل التاني يجيبلي الكيرف ده يا اما يجيبهولي مكتوب عليه مين هو يقول لي كتب لي الéquation يا اما العكس يعني يجيبهولي مرسوم ويقول لي ده مين تعالوا نعرف في الاول هنحله ازاي بعدين نشوف كزا واحنا منهم بحس ان احنا نتعلم نحل لو بصينا على الكيرف ده حلاقية مديني الحاجات اللي مكتوبة في الاكويشن اهي ادي ال NO2 اهو وادي الأوكسجن وادي ال N2O5 هلاقي حاجة تانية هلاقي ان ال N2O5 اللي هو النيتروجن بندوكسايد اللي هو الرياكتنت يعني كان في الاول خالص عند ال zero time كان ليه number في الكنسانتريشن وده اللي بنقوله انه كان موجود ب 100 طول ما الطايم بيعدي والكنسانتريشن ده عم ما يحصل له دكري بعكس الاتنين التانية النيتروجن دايوكسايد والأكسجن اللي اتنين بدئين من الزيرو والكنسانتريشن بتاعهم طول الطايم عمال يحصل له increase بيزيده طيب اعرفنا خلاص اللي كان موجود وحصل له دي سب يردر ريكت طيب اللي اتنين دول مين فيهم النيتروجن دايوكسايد ومين فيهم الأكسجن لو رجعت للإكوشن حتلاقي بيقولك فأكيد النيتروجن بينتوكسايد هو اللي أكتر علشان كده هو الكنسانتريشن بتاعه أعلى هو اللكيرف بتاعه أعلى تعالوا بقى نشوف كذا شكل للحدوتة بتاعت الكيرف دي وازاي نقدر نحلها الشكل الأول من الكويتشن اهو رسم لي الكيرف كده وبيقول لي ان ده كده الكنسانتريشن وكده الطايم وكتيب لي الاكويتشن كدتر خيره قال لي ان الاكويتشن دي 2x اداني 2y plus x وبيقول لي كده بقى write the compound أو الاليمنت اللي يينديكيت كل نامبر يعني نامبر ثري ده مين x ولا y ولا z طيب زي ما اتفقنا هفكر هبصي كده على اللاين ده اللي كان ليه نامبر يعني اللي كان ليه كونسانتريشن اللي هو ده اهو اللي هو نامبر وان نامبر وان ده الرياكت تمام يبقى وان دي الاكس ونامبر تو ثري دول الواي والز مين اللي النامبر بتاعه اعلى هو نامبر تو خلاص يبقى ده الكيرف بتاعه اعلى هو ده اللي نامبر ثري تبقى الواي تبقى ثري ودي تو هي مين هي الز طيب تعالوا نشوف شكل تاني للكويتشن الشكل ده هرسم لي برضو الكيرف وكالعادة اول مرة طلب مني نفس الحدود اكتب لي النيم بتاع الكمباوند او الاليمانت اللي يينديكيت النامبر اول حاجة عندي اتنين رياكتنت المرة دي فحلاقي تو نامبر زي ناحية دي طبيعي جدا طيب مين فيهم تو ومين فيهم ثري اللي الرقم بتاعه اعلى ده تو الكيرف بتاعه اعلى تمام يبقى البي هو تو والاي هو ثري واللي ما كانش موجود اصلا كان زيرو وظهر اللي هو الاب ده الكيرف نامبر وان طيب بيقولك بقى what happened للكونسنتريشن بتاع الاب تو اللي هو البرودوكت ديورين ده ري اكشن بقى او من الكيرف ده ما كانش موجود وبقى زيرو الكنسنتريشن ديورين ده الرياكشن انكريز طيب يقولك mention in which time الكنسنتريشن of ap2 is 100 امت الرياكتن ده يبقى هو بس اللي موجود في الاند of chemical reaction لما chemical reaction خلص لما دول خلاص اختفو وبقى ده بس اللي موجود طيب امت element b يبقى 100 فاول الرياكشن خالص لسه ما بدأناش الرياكشن فالa والb هم موجودين بالpercentage بتاعتهم كاملة بال100 كاملين طيب العكس بقى element a 0 element a امت disappear ما بقاش موجود خلاص خلص ده ال end of chemical reaction بعكس ال ap 2 امت كان 0 امت كان مش موجود قبل ما نبدأ الرياكشن لما ما كانش اصلا حصل له formation كده احنا شفنا الصورة لما يبقى مديني ال equation مكتوبة تعالوا بقى نشوف العكس يعني يجيب لي الكيرف ويقول لي اكتب لي انت ال equation ادي اللي بنقول علي او رسم لي الكيرف وقال لي ان ده كيرف ما بين ال concentration وال time وبعدين بيقول لي write the symbolic equation لل reaction ده خلاص احنا عرفنا اللي كان ليهم numbers و او كان ليهم concentration وحصل لهم disappear دول ال react يعني انا كده عارفة ان ا و ب دول قبل ال و اللي ما كان موجود كان ب zero وبقى موجود ب 100 د طيب كده الموضوع مخلص ليه علشان او ب دول لما جينا بصينا عليهم لقنا اكيد ال concentration بتاعهم مش زي بعض يعني الفاكتورز بتاعهم مش زي بعض طيب مين اكبر يا ميس لو انت مخدتش بالك ان الدستانس دي يعني لو دي ب 1 فحتبقى دي ب 1 و كمان 1 يعني 2 هعد الكيوب يعني ادي اهو ادي اتنين تريانجل اهو او كيوب هي الشكل الصورة مش مظبوطة قوي يعني بس دول اتنين هم مربعين و ادي دول مربعين فاكيد الدستانس دي فالاي هتبقى ب 2 وال 1 خلي بالك الموضوع مخلص بص كده لل c هتلاقي c شبه مين شبه ال a يعني زي ما حطيت 2 هنا لازم تحط لي 2 هنا علشان تطلع الرسمة بالزبط زيها زي ال equation طيب اتمنى كده تكون الرسمة دي وسطت لانها مهمة قوي وبنجمع بها درجات دي حاجة سهلة جدا ان احنا نشتغل عليها ونحل عليها ونجمع بها درجات تعالوا نكمل كلامنا زي ما شفنا الكيرف تعالوا نكمل ونشوف ازاي هعمل measuring للspeed of chemical reaction قولنا طريقتين يعني اما اعمل disappearance او احسب time اللي حصل فيه disappearance للreactant او العكس او appearance للresult يعني انا مثلا عندي الاكويشن دي sodium hydroxide ده لونه colorless ومعاه caper sulfate ده blue solution يعني لك وكده لونه ازرق شوي اللي اتنين دول هيعملوا double substitution reaction نقدر نعملها بمنتهى السهولة positive negative positive negative ودي caper hydroxide ودي sodium sulfate sodium sulfate ده colorless solution والكبر hydroxide ده blue bbt يعني اللي انا هشوفه بعيني حاجة colorless مع حاجة blue solution لما تحطوا مع بعض الداني solution لونه colorless بس الداني bbt لونه blue يعني عندي حل من اتنين يا اما احسب blue solution ده disappear في وقت قد ايه يا اما احسب blue bbt ده appear في وقت قد ايه في الحالتين هقدر اعمل measurement practically للspeed بتاع chemical reaction بتاعنا اتمنى يكون الجزء ده اتفهم المرة الجاية بإذن الله هنكمل كلامنا ونعرف ايه هي الفاكتور 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 زكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة